بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مكمنين في سلسلة حلقات المعاصر مراجع نهائية 20-24 لثالثة سنوية ودي الحلقة التامنة وتنزل في الوصف هتلاقي بلاي لست تسمع فيه 7 حلقات لو ما كنتش معانا من الاول لو كنت معانا من الاول ولستا مشتركتش فغريبة قوي لازم تشترك علشان الاشعار يوصلك واتبعنا وياريت بقى لو تعمل لايك وتسيب كومنت علشان الفيديو ستوصل لصحابك ان شاء الله ويكونوا كلهم معانا مش حضرتك بس والده اللي على الخير كفاعل بص يا سيد العزيز حلقة النهاردة من الحلقات المهمة جدا وهي حلقة زمن الماضي التام محتاج دايما انك نكشكولك معانا علشان بتكتب لاننا بنقول ملاحظات مهمة بتتاج انك تتسجلها معانا وتكتبها فارجوك ما تكسلش وقق في الفيديو دلوقتي وهات كشكولك ولو لسه ما عملتوش اصلا تبقى غلطان لانه لازم يبقى معاك كشكول بنكتب فيه نوتس المهمة لان احنا بنشرح الجمل مش بنحلهها بس في الله بينا ندخل نحل اسئلة البعاصر على زمن ماضي التام والجنة مبروان بتقول بعد ما المشكلة ايه هو شعر بالسعادة عايز اتفهم معاك على اتفاق قبل ما نبدأ after as soon as once with the moment وزاوين لي معهم when الخامسة دول بيجي بعدوهم ماضي تام ثم ماضي بسيط كتبت after as soon as the moment once ومعهم when وهناخد عليهم كمان كلمتها يسمعها before that بس دي ما بتجيش غير في نص الكلام وقبلها نقطة واول حرف من before capital before that تسوي after before that تسوي after وafter that تسوي before فلما نيجي نشرح before هنقولها بس انا كده بيقوا ستة after as soon as once the moment when before that بروض عليك before that بس ilimity في النص بس مش ممكن تيجي في الاول 5 الثانين في الاول ولا في الاخر مالهم الستة بيجوا ال sit الخمسة الثانين في الاول ولا في النص thrown before بش في الاخر بيجي بعدوهم ماضي تام ماضي تام اللي هو هادو تصريف الثالث الزمن التالي بقى اللي هو الاحدى بيبقى ماضي بسيط فهنه افتر المفروض ب autopulla وما motto فالتي هي هادو أتصريف الثالث بس المشكلة الصغيرة هنا ايه إنه المشكلة ما بتعرفش تحل نفسها إنه المشكلة بتتحلم آه مجهول ما أنت لو متابع معاه من أول ما بدأنا خالص حلقات الجرامر كنت عمال أقول أنا إيه إن المجهول عبارة عن verb to be زي 8pp تاني أبسطر المجهول عبارة عن مفعول بي في الأول زي المشكلة وبعد ذي verb to be زي 8pp طب مين verb to be زي 8pp في الماضي التام مين المجهول في التام had been solved أدي had بتاعت الماضي التام وأدي been اللي هي ال verb to be والي التصريف الثالث not very ill he needed an urgent operation لأنه كان مريض جدا فكان محتاج عملية جراحية عاجلة فين لأنه كان والحوار ده قالك ممكن تبدأ بالفعل زد اي دي جي في أول الكلام فيبقى معناه لأنه being being expression ده being يعني كونه ياريت لو نحفظها being يعني كونه لأنه being very ill كونه مريضا اضطر أن يتعامل عملية جراحية he was angry because he not his wallet استنى شايف because اوه لو because أبلها ماضي بسيط was mاضي لازم يبقى بعدها ماضي تام ليه مستر لأنه because بيجي بعدها السبب هو كان غضبان دي النتيجة بس أكيد السبب أنه ضعت منه المحفظة السؤال التقريدي هنا والبديهي هو السبب أقدم ولا نتيجة يعني ضيع المحفظة الأقدم ولا أنه غضب طبعا السبب السبب أقدم من نتيجة فبالتالي السبب إذا كانت النتيجة ماضي فالسبب أقدم من اللي أقدم من الماضي الماضي التام اللي هو had lost فهي had lost الإجابة الصحيحة اللي ترأيه I wish I not the meeting yesterday أنا قلت عبلي كده في حلقة من حلقات إن I wish و I'd rather و if only و it's time و it's high time الكلمات دي بيجي بعدها فعل في الماضي التام لو الجملة كلها ماضي لو الجملة كلها ماضي بسيط اسمعها انزل في البلاي لست تحت هتلاقي الحلقة بتاعة الماضي البسيط الماضي البسيط أنا شارح فيها الحكاية دي قلت لكم ساعتها حتى شبهت شبهتها بفيلم سامير وشعير وبهير قلت الجملة كلها ماضي فدي قال في الزمن اللي هتودين على الماضي التام الأقدم من الماضي فبالتالي إذا كانت الجملة ماضي فأكيد بعد I wish هيجي ماضي تام had attended عظيم number five he not his homework before I arrived at home before في النص بعدها ماضي بسيط فقبلها ماضي تام يبقى had already done الأقدم ماضي تام والأحدث ماضي بسيط هو عمل واجب وده الأقدم قبل ما يوصل البيت not leaving for work I had turned off the gas مشكلة ليه مشكلة عشان after ممكن تيجي في أول الكلام وبيجي بعدها الفالزانجي و before ممكن تيجي في أول الكلام وبعدها الفالزانجي يا ترى قبل ما مشي وروح الشغل طفيت الغاز ولا بعد ما مشيت وروح الشغل طفيت الغاز أنت بتضحك صح أكيد قبل طبعا قبل ما مشي طفيت الغاز يعني بعد ما مشيت طفيت الغاز يعني أكيد قبل ببي فور فالمعنى هنا هو اللي يحكمني الجرامر الحقيقي أنه ينفع بيفور وافتر إنما المعنى هو اللي حكم علي هنا اختيار بيفور السؤال اللي بعده number seven نكبر شاشة شوية عشان تكون معنا الجملة بتقول I didn't leave for work not I had turned off the gas pipes عايز رابط يجي في النص قبله ماضي بسيط منفي وبعده ماضي تام سمعك وانت بتقول tell أو until صحيح tell أو until يعني حتى لغاية اللي هو أنا ما عملتش كذا حتى فعلت كذا ودايما بعد حتى بيجي الأقدم أنا ما رضيتش ألعب إلا ما ذاكرت الأول فالمذاكرة هنا الأقدم فدايما بعد tell أو until بيجي ماضي تام وقبلها ماضي بسيط منفي وبالمناسبة أحيانا بتبقى قبل أن تل ماضي بسيط مش منفي لو الجملة تحكم علي بدا ونشوف الجملة بعد شوية I not there impatiently until she finally came out half an hour later شايف until هنا بعدها ماضي بسيط مش ماضي تام بتقول لي ايه ده هقولك سانة بس وقبلها مش منفي ليه افهم معنى الجملة بقى هينفع نقول أنا لم أجلس impatiently بلا صبر بفارغ الصبر لغاية ما هي وصلت ولا هقول أنا فضلت قاعد impatiently يبقى هنا أنا فضلت قاعد يبقى مش لم أجلس لا أنا جلست أنا فضلت مستني بفارغ الصبر impatiently يعني بفارغ الصبر يبقى هنا ساعة شفت لما قلت لك أحياناً until بتحتم علي أن يبقى قبلها ماضي بسيط I didn't have lunch لم أتناول الغداء until my father not at home لغاية ما بابا ريجع البيت خلص جملة تقليدية until قبلها ماضي بسيط من فيه بعدها ماضي تام I had not gone out when my mobile rank حلوة أوي 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 في قاعدة اسمها no sooner hardly or scarcely الثلاث كلمات دول ما بيحبوش النهاد تيجي جنب التصريف الثالث بأي شكل no sooner hardly or scarcely يمكن في فيديو كان مشهور كده من فترة بينزل على تيك توك وكان موجود على يوتيوب كنت بقول فيه بت نهاد ما تجافش جار للوقت التصريف الثالث ده واصل تاني التلات كلمات hardly or scarcely no sooner قالوا بت نهاد سعيدة للغة الإنجليزية كنتم سميهم زمان بت نهاد ما تجافش جار للوقت التصريف الثالث ده واصل طول ما هم موجودين في الجملة تلاقيهم وقفين في النص وحتى لو جون في الأول هنلاقي ان فيه فاعل في النص هيدخل ما بين يعني لو هم جون في الأول هيروحوا ندخلين I في النص مثلا علشان يبقى برضو بت نهاد ما تجافش جار للوقت التصريف الثالث ده واصل مركز بتكتب طيب فبالتالي هنا عندي هاد والتصريف الثالث يبقى أنا محتاج في نص كلمة من الثلاثة تقول لي طيب ما الثلاثة موجودين أقولك ستنى بس no sooner بتاخد هنا than إنما hardly or scarcely بياخده win المستر طيب ما هو win موجودة hardly or scarcely أقولك ما فيه اختيار ثالث اسمه a and b الاثنين صح لكن الجملة اللي بعدها بقى than هنا يبقى no sooner هي الإجابة الصحية السؤال اللي بعده number 12 not had i gun مش بقولك لو جوم في الأول هتلاقي الفعل i يدخل في النص عشان ال had والتصريف الثالث ميببوش جنب بعض حلو قوي win عندي win يبقى انا مش هينفع معايا no sooner يبقى انا هاختار يا إما hardly يا إما scarcely و hardly بس اللي موجودة not i had gone out هنا بقى i و had وقفين جنب بعض sorry had و gone وقفين جنب بعض يبقى ده مش شكل طبيعي had و gone طبيعي يبقى مش hardly ولا no sooner ولا scarcely طول ما الثلاثة السعيدة موجودين تلاقي had والتصريف الثالث بوعاد عن بعض لو وقفين جنب بعض كده تأكد ان دي مش hardly ولا no sooner ولا scarcely لا ما يجوش ويسيبوهم كده ما يعدوهاش فبالتالي دي after after بيجي بعدها ماضي time ثم ماضي بسيط i had gone home gone home not i took a shower وخبالك انت ان في نقطة هنا وفاصلة هنا ايوه ما لهم دول يا مستر هيعملوا ايه يعني هقولك مش انا قلتلك ان في كلمات بتيجي في النص زيها زي after كلمة اسمها before that وزيها زي before كلمة اسمها after that نفس القعدة يعني زي after زيها before that بالضبط after بيجي بعدها ماضي time يبقى before that يجي بعدها ماضي time و before بيجي بعدها ماضي بسيط after that اللي زي before يجي بعدها ماضي بسيط بس مشكلتهم انهم يجي لازم يجي في النص قبلهم نقطة وأول حرف منهم capital وبعدهم فاصلة حلو هنا جاي بعدها ماضي بسيط يبقى انا عايز كلمة تشبه before يعني before و by the time يبقى بحرف البي بيجي بعدهم بسيط before by the time بسيط before by the time ما تهزاش انا مش بهز متحكش ده حاجات هتساعدك في الانتحان عشان ما تنساش before و by the time بيجي بعدهم بسيط حلو قوي فانا هنا عندي فعلة ماضي بسيط يبقى انا عايز كلمة تسوي before بس before ما تجيش في النص و قبلها نقطة وبعدها فاصلة هم المين كلمة تسويها اسمها after that حلو قوي يبقى after that I took a shower نفس الحوار ادي للنقطة والفاصلة وبعدها ماضي تام يبقى انا عايز كلمة تسوي after اللي بيجي بعدها ماضي تام مين اللي بيسوي after before that سؤال بعد after I shut the door بعد ما عفلت الباب of the car I noticed لحظت that the keys not left in حلو قوي noticed لحظت انا لحظت في الماضي مش كده انا لحظت ان المفاتيح اتثابت في العربية يبقى المفاتيح اتثابت في العربية او اتنست في العربية او كانت في العربية اقدم ولا انا لحظت اقدم لا طبعا المفاتيح اتثابت في العربية اقدم حلو قوي عظيم يبقى هنا I noticed انا لحظت ان العربية اتنست اتثابت في الماضي التام أقدم بس مجهول يبقى had been والتصريف التالت يبقى الماضي التام المجهول had been verb to be زائد بي بي by the time I returned فكلما قلت لك before وby the time بيجي بعدهم بسيط by the time I returned home I know the shopping already طبعا by the time بيجي بعدها بسيط ثم ماضي تام يبقى had done the shopping letter C number 18 الجملة رقم 18 بتقول by the time I returned home the shopping النقط already المرة دي بقى by the time بعدها بسيط اه بس انا عايز الماضي التام يبقى مجهول ليه لاني الشوبينج ما بيعرفش يعمل نفسه بيتعامل had been done by midnight احكيت by midnight دي قلك في معلومة بتقول انه by لو جي بعدها موعد في الماضي لازم يبقى اللي بعد كده ماضي تام احفظ المعلومة دي اقول لك انا معلومة حلو قوي عارف by لو جي بعد by معاد في الماضي يبقى الجملة دي ماضي تام ولو جي بعد ماضي بعد by لو جي بعد by موعد في المستقبل يبقى الجملة دي مستقبل تام تحس ان باي لها علاقة بتامي باي يستادي يبقى ماضي تام باي last week يبقى ماضي تام باي last month يبقى ماضي تام لكن باي tomorrow يبقى مستقبل تام ولهاف هناخدها فيون الثري ولهاف والتصريف الثالث يبقى باي لو جي بعدها مستقبل موعد في المستقبل يبقى مستقبل تام باي لو جي قبلها سوري لو جي بعدها موعد في الماضي يبقى ماضي تام يبقى باي لها علاقة بتام ماضي يبقى ماضي تام مستقبل ومستقبل تام حلو By midnight I not You need to and written an essay حلوة أوي عظيم جدا By midnight يبقى أنا محتاج بعدها ماضي تام يبقى had والتصريف التالي يبقى had Studded كنت ذاكرت By midnight you need to هنا بقى you need to مش أكيد مش ذاكرت نفسها It ذاكرت يبقى أنا عايز ماضي تام بس مجهول had been studied letter B Once زيها زي after وأنا قيل لك الكلام دا من الأول after as soon as or the moment once when ومعاهم before that once بيجي بعدها ماضي تام خاصة لو جي في النص التاني ماضي بسيط يبقى أنا محتاج had والتصريف التالت يبقى had arrived معلوم طبعا مش مجهول after not at the office I checked my mail بص يا سيدي after before لو مجاش بعدهم فاعل فلازم بعدهم ing after before لو مجاش بعدهم فاعل فلازم الفاعل في IDG هنا مفيش فاعل فيبقى افتر بعدها الفاز IG arriving when you returned home لما رجعت البيت mama not the cocking مش عارف كايت بتطبخ ولا كايت لسه ما خلصت ولا ما خلصتش هنعرف so I helped her علشان كده ساعدتها اه كتت مستمرة يبقى أنا وصلت البيت وهي كتت لسه بتطبخ ماضي مستمر was dying the cocking حلوة قوي تعال نبص على الجملة اللي بعدها number 24 when I returned home لما رجعت البيت mama not the cocking so I sat down to eat علشان كده قاعدتها هنا ماما كتت خلصت ولا كات لسه بتطبخ لا مواخرأت أنا قاعدتها يبقى ماما كتت خلصت يبقى خلصت أقدا والقديم دايما ماضي تام والأحدث اللي هو النار جعت ماضي بسيط يبقى لما أنا وصلت ماما كتت خلصت كانت هات done كانت انهت الهومور الكوكينج بتاعها السؤال اللي بعده 25 not the engine the mechanic went to home عايز أقول لك معلومة كلمة having بتيجي في أول الكلام بمعنى بعد كذا having بتيجي في أول الكلام بمعنى بعد بييجي بعدها حاجة من اثنين يا إما تصريف تالث على طول لو جملة معلوم يا إما ben والتصريف التالث لو جملة مجهول أيوة مستر بس أنا عندي دلوقتي having والتصريف التالث وهي وhaving ben والتصريف التالث اللي هي لتر دي أخترني فيهم هعرف إزاي هي معلومة مجهول هقول لك على سر خطير قوي بتعرف مني كلمة لبعد الفصلة ثانية أهو كلمة لبعد الفصلة الميكانيكي هو اللي عمل تشك على المطور ولا المطور عملي ولا الميكانيكي هو اللي اتعمله تشك يعني الميكانيكي هو اللي عمل تشك معلوم يعني معلومي بجملة دي معلومة تقول لي بس ده النص التاني أي علاقة ده بدأ هقول لك لا ما هي مكملة لبعضها يبقى هنا having checked letter a سؤال بعده not the engine worked well هنا بقى الكلمة اللي بعد الفصلة هنا هي كلمة ايه the engine المحرك هو اللي عمل تشك لنفسه ولا اتعمله تشك لا المحرك اتعمله تشك يبقى دي ما الجهول having been والتصريف التالت letter d not I left for work I had turned it off the gas طيب بمجرد ما مشيت على الشغل ولا بعد ولا قبل هنشوف I had turned it off لا ده انا قبل مامشي اكيد مش معقولة اكون طفيت الغاز بعد مامشيت اكيد قبلي قبلي before before I left وكمان before بيجي بعدها ماضي بسيط ثم ماضي تامي before I left قبل مامشي before work I had turned it off the gas pipes طفيت انا بيب الغاز قبل مامشي وانا بلوقتي الحقيقة هامشي لان الحلقة تحت النهاردة خلصت انا ببقى مبسوط جدا وانا معاكم الحقيقة وببقى مبسوط وانا بوصل معلومة وببقى مبسوط جدا لو انا قلت حاجة افادتك افاديتك فاتمنى ان شاء الله بإذن الله ان الحلقة تحت النهاردة تكون افادية حضراتكم وتكونوا استمتعتوا وحبيتوا الشرح تكونوا استفدتوا كمان ما تنساش تشير الفيديو لاصحابك وتبلغهم وتبلغ اكبر عدد من اصحابك يا ريت لو تقدر علشان تجمعهم معنا هنا كلهم وكل ما تبلغ اكتر من اصحابك كل ما ربنا سبحانه وتعالى يديلك سبب انك قدرت تتبلغ اصحابك انهم يستفيدوا زيك وتكون تكبرت كمان تقرأتنا وعرفت توصل القناة لأكبر عدد من اصحابك لان الحقيقة انا زي ما قلت لك انا معتمد على الله سبحانه وتعالى ثم عليكم في رجوع القناة لطبيعتها لان القناة كانت كبيرة في وقت وبعدين حصلت ظروف صحية وقفت فبالتالي الدفعة بتاعتكم الحقيقة ما تعرفنيش دلوقتي فعلشان نقدر نوصل الفيديوهات بتاعتنا لدفعة حضراتكم محتاج دعمكم فأتمنى دا يحصل عموما بحبكم جدا في الله واشوفكم دعمل على خير الى الدقاءة